في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة يأمر بإداع خمسة من كبار الألوية أستجنى العسكرية الاحتياطي ويتعلق الأمر بكل من اللواء الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء بوجمع بودواور مسؤول المالية بوزارة الدفاع الوطني السابق اللواء مناد نوبا القائد السابق للدرك الوطني بالإضافة إلى عقيد سابق في الجيش هؤلاء كلهم سيمكثون في السجن المؤقت في انتظار استكمال التحقيق بخصوص تهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب ترجمة نانسي قنقر